هذا الخطأ هو هذا الخطأ هي حكومة مؤقتة لمهمة محددة كان ينبغي عليها أن يركز على موضوعة الانتخابات لا أكثر وأن يدير الأمور اليومية بشكل طبيعي وتأتي الحكومة التي يتم انتخابها عبر الانتخابات الجديدة هي تتولى المفاصل الأساسية والخضايا الأساسية عند ذلك هي تختسب الشرعية الكاملة لأن هذه الحكومة بمعنى الانتفاضة هي ما اكتسبت شرعية عبر الانتخابات ولا هي حكومة المنتفضين وإنما حكومة صوت عليها نفس البرلمان اللي طلبوا الطاهرات طلبت أن حلق فبهال معنى هذا من ناحية الشرعية لعد ليش صحولها لعد حكومة التشرين سيد جاسم ليش صحولها لحكومة التشرين أخذوا طروب من البنك الدولي سيد جاسم سيد جاسم بجاوبني على هاي بجاوبني على هاي سيد جاسم في السياسات العامة سيد جاسم تبعني بلد الاقتصادية رايح في هذا الاتجاه وهو اتجاه خطيئ لأنه بدلا من حصر النفقات مثل ما تفضلين هو يعني زيادة النفقات وبدلا من ردم الهوة الفجوة بين القوى المتحدثة المالكة للمال والطبقات الفقيرة البسحوقة هم في هذه السياسات يزيدون الفجوة هذا اللي جد أكد طيب سيد جاسم بس